لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بكم وعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة إيمان الرسول وإيمان إبليس واحد عند ابن حضر وإحنا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن المرجئة ومعنى مرجئ في باب الأسماء والأحكام وإن ابن حجر مرجئ من اعترافاته هو بنفسه من فتح البالي بشرح سعيد بخاري وحلقة النهاردة هنشوف مدى خطورة بدأة المرجئة وهنتكلم في معنى المرجئة في الأحكام وخطورة بدأة المرجئة مخطورة بدأة المرجئة دي يعني أن المسلم لو سبر الله ورسوله لا يعتبر مرتد أو كفر عند المرجئة بل مازال مؤمن وإيمانه هو نفس إيمان اللي بيعظم الله ورسوله والمسلم مثلا لو زبح لغير الله أو سجد لصنم إيمانه برضو نفس إيمان المسلم اللي مش بيزبح إلا لله ومش بيزجد لصنم وده كلام المرجئة في الأحكام كلام ده هنلاقيه في دراسة موضعية للحقيقة ولومة الاعتقاد والوسطية عبد الرحيم السلمي في هؤلاء المرجئة عكس الخوارج تماما يقع الواحد من الناس في الشركيات كأن يطوف حول القبر ويسبح لغير الله وينظر لغير الله ويسب الله عز وجل أو يسب الرسول أو يكفر أصحاب النبي جميعا أو يتحاكم إلى ملة غير ملة الإسلام ومع هذا يعذرونه ولا يكفرونه فهؤلاء عكسهم وكلتا الطائفتين من أهل البداعة والضلالة يعني الخوارج بيقولوا أن اللي يعمل الكبيرة خالد في النار المرجئ بقى يقول اللي يعمل عمل فيه كفر أو شرك فده مش كافر بالأعمال دي وأكتر من كده مازال مؤمن ومش كده وبس دول كمان بيقولوا أن إيمانه زي إيمان جبريل ومكايل وحتى بيقولوا أن السكير يعني مدمن الخمر أو مدمن شرب الخمر إيمانه نفس إيمان أبو بكر وعمر وهو ده معناه مرجئة في الأحكام وهنشوف الكلام ده في كتاب شرح الوصية الكبرى لابن تيمية يقول إيه وقابلهم بين قصين الخوارج المرجئة قابلهم فقالوا إذا فعل الكبائر لا يتأثر إيمانه بل هو مؤمن كامل الإيمان وإيمانه كإيمان جبريل ومكايل وإيمان الفاسق والسكير كإيمان أبو بكر وعمر عندهم سواء بسواء والسبب زي ما احنا قلنا قبل كده هنشوف السبب في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن صورة براء باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يقول لنا الحافظ إيه وتعقبه ابن المنير بأن الإيمان لا تبعض وهو كما قال وطالما الإيمان هو التصديق زي ما نقلنا كلام ابن حجر وهو بيقول المراد بالإيمان هنا التصديق يبقى الإيمان هيكون شيء واحد لا تبعض يعني لا يزيد ولا ينقص ونتيجة ذلك العمل لا يدخل في الإيمان وأي نوع من الشركيات لا يؤثر على إيمان المسلم وهنروح لكتاب شرح التحوية مناقشة متكلمة المرجعة في تفسيرهم الإيمان بالتصديق ويقول لك كده إيه وأما الاستدلال الذي يحتاج به جمهور متكلمة المرجعة فهو استدلال من جهة اللغة فإنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق وعلى هذا قالوا الإيمان الشرع هو التصديق ثم رتبوا على ذلك أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص يعني إيه؟ يعني ثم رتبوا على ذلك أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص عشان كده المرجعة بيقولوا أن من فعل الكبائر لا يتأثر إيمانه بل هو مؤمن كامل الإيمان وإيمانه كإيمان جبريل ومكائيل وإيمان الفسق السكير كإيمان أبو بكر وعمر عندهم سواء بسواء لأن إيمان اللي يعمل الكبائر واحد لا يتبعد ولا يتجزأ فإيمانه زي إيمان جبريل ومكايل يعني تصور يا مسلم إن إيمان الزاني زي إيمان جبريل ومكايل زي إيمان إبليس يعني ما فيش فرق بين إيمان جبريل اللي نزل بالقرآن على رسول الله وبين الزاني وبين إبليس كمان ونفس المقياس ما فيش فرق بين إيمان الرسول وبين إيمان الزاني وإيمان إبليس وهنشوف الشيخ محمد رسلان بيأكد لنا الكلام دا وهم عند غلاة المرجئة من المؤمنين كامل الإيمان وإيمانهم كإيمان جبريل لذلك قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف مذهب هؤلاء المرجئة وما صاروا إليه من الضلاج وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان فرمي المصاحف في الحشوش وخري بالبيت العتيق وجد في العصيان واقتل إذا مصطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن فتكون حقا مؤمنة وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران يعني المرجئة بيقولوا ليست طوف بهذا البيت من الإيمان وأنهم ضلوا كمان إبليس على قول المرجئة مؤمن وفرعون وأبو جاهل وكل الكفرين لأن كل دول مش بينكروا وجود الله وإيمانهم كإيمان جبريل بل أكتر من كده أن قوم لوط مؤمنين وأي عمل تعمله حتى السجود للأصنام طالما بتؤمن بوجود الله هذا ليس بالكفر وخلينا نشوف الشيخ محمد رسلان هيقول لنا إيه كمان فهذا مذهب الإرجاء وما يترتب عليه من الضلال والشر هو بذرة منتنة خبيثة وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان من نتائج قولهم هذا أنه ليس على وجه الأرض كافر بالكلية إذ لا يجهل الخالق سبحانه وتعالى أحد قال العلامة بن القيم رحمه الله عنه قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولا هم من عابد الأوثان وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان وسأل ثمود وعاد بل سلقب لكم أعداء نوح أمة الطوفان وسأل أبا الجن اللعين أتعرف أم أصبحت ذا نكران وسأل شرار الخلق أقبح أمة لوطية هم ناكح الذكران وسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان الشيخ محمد رسلان بيقول أن اللي بيقول أن مسحب الإرجاء هو اللي بيقول أن مسحب الإرجاء ده بزرة منتنى وخبيثة لأنك لو أنت أقريت بالله ورسوله وعملت أي عمل من الكفريات لا يكفرك وأن أبو جهل واللي معاه من عباد الأوسان وشخصيات كثير زي إبليس وفرعون هل أي حد من دول منكر لله كل دول عند المرجئة مؤمنين دي عقدة ابن حجر اللي شرح أهم كتاب بعد الكرآن وهو صحيح البخاري ابن حجر بيقول أن إيمان الرسول هو نفس إيمان الزاني ونفس إيمان إبليس وسؤال أخير لأي مسلم هل تقبل أن ابن حجر اللي بيقول الكلام ده عن الرسول أن يشرح أحاديث الرسول ومش أي أحاديث دي أحاديث في كتاب أجمعت الأمة أنه أصح كتاب بعض الكرآن اللي هو صحيح البخاري والمفاجأة في مجموعة فتاوي ابن تنمية كتاب العقيدة كتاب الإيمان بيقول لنا إيه؟ يقول لنا كده عن السلف في تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه في الفرقة الحديعش بيقول إيه؟ من المرجئة أصحاب بشر المريسي يقولون أن الإيمان هو التصديق لأن الإيمان في اللغة هو التصديق وما ليس بتصديق فليس بإيمان ويزعم أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعاً إلى هذا القول كان يذهب ابن الروانتي دون مين دون المرجئة في الأسماء نكمل كلام ابن تنمية ونشوف بيقول إيه؟ وكان بشر المريسي يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر ولا السجود لغير الله كفر ولكنه علم على الكفر لأن الله بيّن أنه لا يسجد للشمس إلا كفر وده كلام المرجئة في الأحكام ابن حجر مش بيوافق بس المرجئة وبس لا ده كلامه بيطابق كلام بشر المريسي اللي كان عالم الجهمية في عصره وعالمهم وبيوافق كلام ابن الرواندي اللي قال في ابن الجوزي ابن الجوزي قال إيه؟ ظلاضقة الإسلام ثلاثة ابن الرواندي وأبو حيان التوحيدي وأبو العلاق المعري ونص شيخ الإسلام ابن الرواندي في مجواب فتاوي على أنه زنديق والزهبي في السيار راح قال لنا أن ابن الرواندي الملحد وقد ذكرأ الحاده الغزالي في الأحياء يعني كل دول زنديقة وملاحدة الرواندي وبشر المريسي بيوافقهم أعظم من شرح صحيح البخاري ابن حجر وبينشر عقدتهم وبنيل البراق اللي بيقول عفا الله عنه إزاي أهل السنة أنتوا مفقين أن ابن حجر يشرح أو ينشر بدعته اللي هي بدعة الملحدة من خلال حديث صحيح البخاري وألتقي بيكم في الحلقة القادمة مع عقيدة ابن حجر لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت هترد بعقل أنت من أقبل بعقله وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا